السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصيحة أخوية من القلب إلى أهل الخير والاستقامة والثبات والعافية لا تسبوا ولا تشموا ولا تنقصوا من أهل الإبتلاء ومن أهل الضلال والغفلة أسروهم وادعو لهم بالعافية وادعو لهم بالهداية فإنما الفرق بينكم وبينهم هو هداية الرحمن الله عز وجل هداكم وعافاكم وهم قد ابتلاهم احمدوا الله عز وجل واشكروه على نعمه وتوفيقه لكم واستروا إخوانكم فإن غدا لا يعلم إلا الله عز وجل ما قد يحصل فيه فكم من أهل خير انتكتوا وكم من أهل شر تابوا وأصلحوا حالهم بفضل الله عز وجل يقول الله عز وجل وخاطبا عن نبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء واسروهم يسركم الله ومن دب عن عرض أخيه دب الله عن عرضه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين